السلام عليكم نشرح في هذا الدرس عن كيفية تثبيت البي اتش بي وضبط بيئة العمل على الماك إذن في البداية حتى ننصب البي اتش بي نحتاج إلى تنصيب أداة اسمها هوم برو فبالتالي مجرد أن نكتب install هوم برو بهذا الشكل وبالتالي نفتح الموقع الرئيسي بهذه الصورة شوف بأنه هذه أداة بسيطة جدا بتنصيبها مجرد أنه ننسخ خالص سطر في الترمينال الخاصة بنا وبالتالي مجرد نفتح الموقع الرئيسي ممكن عن طريق الاختصار مثلا اللي هو command space ومن ثم مجرد أنه أبحث عن الترمينال حتى أنه نفتح الترمينال بهذه الصورة بعدها ممكن أن نكبر عن طريق الموقع الرئيسي بهذه الصورة حتى نكبر حجم الخط ومجرد أنه نلسق هذا الأمر وتفتح الباسوورد أو تضغط على الباسوورد الخاص بجهازك نشوف بأنه يخبرك بأنه هذه الأمور سيتم تنصيبها مجرد أنه تضغط على return أو enter يعني فقط تضغط على زر enter في الكيبورد سيتم تنصيب كل هذه الأمور لك فبالتالي أنا نصبته مسبقا إن شاء الله ما تواجه أي مشاكل مجرد أن تنتظر حسب سرعة الانترونية عندك وهو ينصب لك كل الأدوات المطلوبة فبالتالي سألغي التنصيب هذه المرة بعد ما تنصب بالنهاية المفروض بأنه يكون عندك بهذا الشكل تلاحق بأنه بعد ما ينصب لك الأدات اللي هي home pro تجد هذه العبارة اللي هي next steps الخطوات القادمة يخبرك بأنه ما هي الخطوة القادمة الخطوة القادمة بأنه تضيف الhome pro للباث الخاص بجهازك ما معنى هذا الكلام عندما تنصب أي أدات على جهازك فبالتالي أنت تنصبها بمسار معين فالمفروض بأنه هذا المسار تضيف لي مسارات الخاصة بجهاز الماك مثلا حتى أنه جهاز الماك بصورة عامة من أي مكان يتعرف على هذه الأدات طيب كيف أنه إحنا سنضيف هذا المسار إلى جهاز الماك الموضوع بسيط جدا بهذه الأدات هو أصلا مجرد أنه يخبرني بأنه أخذ هذا السطر copy ويضعه في الترميناد الخاص به فبالتالي مجرد أنه تأخذ هذا copy كما هو وتضعه فبالتالي نشوف بأنه أنا وضعته بهذا المكان إذن هذا الكتابة مجرد أنه أخذته copy paste ضغطنا على enter هو قام بإضافته للباث كذلك المفروض بأنه ننسخر السطر وننفذ كما هو وبعدها المفروض بأنه كل شيء تمام وقام بإضافة الأدات على الباث أو المسارات الخاصة بجهازنا بعدها نتأكد نهاء الكلام لو نضغط على كلمة pro فالمفروض بأنه يتعرف عليها بما أنه تعرف عليها وإعطاني مجموعة من الcomments أو الأوامر الخاصة بهذه الأدات فبالتالي تم تنصير بشكل صحيح نشوف بأن هذه الأدات الإمكانيات اللي ممكن أنه تقوم بها ممكن عن طريقها مثلا أنه تعمل install لأي أدات ثانية أو تعمل مثلا uninstall أو upgrade أو كل هذه الأوامر الموجودة فبالتالي بعد ما تنصب الأدات المفروض بأنه عن طريقها تحاول بأنه تنصب الphp فحاليا في البحث لو نكتب فقط php بهذه الصورة ممكن نضغط على هذا الخيار php أوكي تلاحظ بأنه الأمر هو ببساطة أنه تكتب preo install php أو ممكن أنه تحدد النسخة الخاصة بالphp طبعا أكيد نحن سأعمل على النسخة الثامنة اللي هي آخر نسخة ضرق 2021 طبعا فممكن تكتب preo install php at 8.0 وتلاحظ بأنه ممكن أنه تنصبه على أي نظام أنت تعمل عليه مثلا إذا كان جهاز ماك بمعارجات انتل على البيكسر الكاترينيا المحافي أنا أعمل على الابل سيليكون أكيد فبالتالي ممكن يعمل على البيكسر أيضا فمجرد أنه تأخذ هذا السطر بعدها copy وتضعه في الترمينال بهذه الصورة وبعدها تضغط على return أو enter ومجرد أنه سيقوم بالتنصيب بشكل اعتيالي بعدما نصبت ال php المفروب بأنه تكتب مثلا php-v حتى أنه يعطيك ال virgin خاصة بال php بما أنه تعرف على ال php تلاحظ بأنه بهذا المكان أعطاني نسخة ال php اللي هي 8.0.3 فبالتالي كل شيء تمام تنصب ال php على جهازي كذلك أحتاج إلى IDE ال IDE هو integrated development environment يعني بيئة تطويرية متكاملة باختصار ومن دون هذا الكلام معقد هو عبارة عن برنامج اكتفي الأكواد في لغة php طبعا عندك عدة خيارات أنت لست مجبر على أنه تستخدم برنامج معين إذا كنت مستخدم برنامج سابقا أو برنامج تفضل ممكن أنه تعمل علي لكن أنا في هذه الدورة سأعمل على برنامج اسمه php store هذا البرنامج مطور من شركة جيت براين فمجرد أنه تكتب php store ومن ثم تضغط على هذا الخيار اللي هو من موقع رسمي جيت براين وبعدها نضغط على download now نشوف بأنه هو تعرف على ال platform اللي أنا أعمل عليها فبالتالي أعمل على macOS نشوف بأنه يعطيني خيارين أيضا إما أنه أجهزة الماك اللي تعمل بمعالجات intel أو أجهزة الماك اللي تعمل بمعالجات apple silicon فأنا اللي يهمني هذا الخيار الثاني مجرد أن نضغط عليها وسيتم التحميل مباشرة أنا سألغي التحميل لأنه حملته مسبقا مجرد أنه نلتقل للتنصيب إذن تلاحظ بأنه هذا هو ملف php store الخاص بنا مجرد أنه نفتحه حتى أنه ننصبه تنصيب اعتيادي طبعا أوكي تلاحظ بأنه في حد هذه نافذة مجرد أنه نضيفه إلى الـ applications الخاص بنا حتى يكون ضمن قامة الـ application يعني أوكي الآن نفتح الـ php store نضغط على موافقة على الشروط ونضغط على continue هنا بأنه هل تريد أنه يستخدموا الإحصائيات الخاصة باستخدامك للتطبيق ممكن أختار على don't save أو ممكن تضغط على send أنت مخير أوكي طبعا هذا البرنامج هو برنامج غير مجاني هو يعطيك نسخة مجانية لمدة شهر كامل فبالتالي ممكن أنه إذا كنت تتعلم اللغة فممكن أنه مدة شهر كافية جدا ممكن تستخدم تطبيق مدة شهر أو ممكن أنه تشترى تطبيق أو أنه ممكن تفعله فبالتالي إذا كنت طالب الجامعة أو عندك إيميل جامعي فممكن بأنه تستخدم التطبيق بشكل مجاني طبعا أوكي إذن بعد ما أضفت حسابي في شركة جيت براين مجال أنه دخلت إيميل جامعي والباسورد بالحساب المسجل عندهم فبالتالي فتح لي هذه النافع طبعا إذا ما كنت تملك إيميل جامعي وما عندك حسابي الموقع الرسمي عندهم فممكن تضغط على اللي هو الخيار الثالث كان حتى أنه يعطيك شهر مجاني بعدها نشوف بأنه يفتح لي هذه النافذة ممكن أنه نكبرها بهذه الصورة شوف بأنه عندي البروجيكت بهذا المكان هذا هو مكان البروجيكت ممكن أنه نغير بخصائص ال IDE فبالتالي مثلا حجم الخط ممكن يكون 16 طبعا هذا هو ال IDE فونت يعني حجم الخط اللي تشوفه أمامك مثلا بينما هذا هو الـ Editor Font اللي هو حجم الخط اللي يكون بداخل الكود يعني بالنسبة لي الـ Plugin هي الإضافات اللي ممكن تنصبها على هذا ال IDE يعني على سيء مثال ممكن مثلا أن أنصب هذه الإضافة طبعا هذه الإضافة تعطيني فقط الثيم فشوف بأنه هي تغير الثيم الخاص بالتطبيع يعني أنا أرجع إلى الـ Customize بهذا المكان شوف بأنه هذه الأدات تعطيني مجموعة من الثيمات الإضافية بالإضافة إلى الثيم الإفتراضي الموجود بهذا المكان فأنا أحب أعمل على هذا الثيم اللي هو الـ Deep Ocean تلاحظ بهذه الصورة طبعا هذا الـ Learn PHP Storm يعطيك تيتوريال ممكن أن تتعلم من خلاله طيب نرجع إلى الـ Project في الـ Project ممكن نضغط على New Project بهذه الصورة تلاحظ بهذه الصورة تلاحظ بأنه PHP Empty Project طبعا يعطيك Location ممكن تختار Location آخر مثلا لو تريد أنا سأتركه بـ Location افتراضي هو سينشئ لي مجلد اسمه PHP Stone Project يخزم فيه المشاريع الخاصة بالـ PHP ممكن نسمي هذا الـ Project هو P1 بهذه الصورة ومن ثم نضغط على Create هو سيقوم بإنشاء الـ Project D طبعا هذه الـ Tips هذه الملاحظات ممكن أنه تظهر بكل مرة أنت تفتح التطبيق فممكن نضغط على Don't Show Tips حتى أنه ما يظهر لهذه النافذة بكل مرة أنه يفتح التطبيق وضغط على Close بهذا الشكل لو تشوف بأنه هذا هو الـ P1 P1 هو اسم المشروع أكيد ممكن أنه Right Click على هذا الـ P1 ومن ثم نضغط على New ونختار الـ PHP File فنقوم بإنشاء أول PHP File بالنسبة لنا فعلى سيء مثال ممكن يكون Index.PHP طبعا هذا الـ File Extension هو امتداد الملف امتداد الملف مهم جدا أنه يكون PHP فبالتالي اسم الملف هو Index وامتداده PHP نضغط على OK تلاحظ بأنه فعلا قام بإنشاء الـ PHP لنا فبالتالي لو نكتب حاليا أول كود طبعا ما تهتم حاليا الكود هو مجرد تجربة يعني فلو أكتب مثلا إيكو ومن ثم حاول بأنه أطلع كلمة Hello World بهذه الصورة بعدها نحاول بأنه نعرض النتائج على الأوبرا أو أي متصفح آخر أنت تريدها حتى على سفاري أو حتى مثلا الكروم أي متصفح أنت منصبه لكن حاليا أنا نعمل على الأوبرا فتلاحظ بأنه الآن يعطيني Error يعطيني Pad Gateway لأنه هناك خطوة ناقصة لو نرجع مرة ثانية نشوف بأنه هو يعطيني هذا التحذير أنه الـ PHP Interpreter is not configured يعني أنت ما ضبط الـ PHP Interpreter يعني مترجم الـ PHP يعني أنت حاليا نصبت الـ PHP بالبداية لكن هذا بمكان منفصل وبعدها نصبت هذا الـ IDE اللي هو الـ PHP Storm لكن هذه الأداتية منفصلات فتحتاج أنه تربط بينهم إذن الـ PHP Interpreter اللي هو مترجم الـ PHP اللي نصبناه بالبداية المفروض بأنه نسجل معلوماته بداخل هذا البرنامج بداخل هذا الـ IDE اللي هو الـ PHP Storm فلو نضغط على Configure PHP Interpreter ونختار النسخة الخاصة اللي هو الـ PHP 8 أوكي طبعا تلاحظ بأنه حاليا ما عندنا أي interpreter فنضغط على هذه الثلاث نقاط حتى أنه نضيف interpreter نضغط على علامة الزائد بهذه الصورة طبعا لو نضغط على هذا الخيار اللي هو تعرف عليه بشكل تلقائي لو نضغط عليه حاليا نشوف بأنه تعرف عن نسخة 7.3 لكن إحنا نصبنا أكيد نسخة الثامنة فليس هذه هي النسخة اللي ريدها فبالتالي ممكن حاليا أحذف هذه لو أريد بأنه أنا أعطي PHP بهذه الصورة فلا سمي مثلا PHP 8 هذا الاسم من عندي طبعا هو مجرد اسم بهذا المكان مفروض بأنه نعطي PHP Executable ممكن أنه لو نضغط على Browse بهذه الصورة والآن المفروض بأنه أعطي مسار PHP لو نصبت مثلي PHP عم شكل افتراضي وما تلاعبت بمساراته عن طريق أداة البريو فبالتالي المفروض بأنه تبحث عن هذا المسار إذن مجرد أنه تكتب هذا المسار طبعا علامة البحث إذا ما تعرف كيف تظهرها بالفايندر مجرد تضغط على Shift Command G فشفت Command G هي تظهر لك هذه النافذة وبعدها تكتب هذا المسار هو Opt Home Pro ومن ثم Opt ومن ثم PHP لو تضغط عليه حاليا نشوف بأنه ينقلك إلى هذا المسار بعدها بعد ما دخلت إلى PHP مفروض تفتح 8.0.3 اللي هي نسخة PHP ومن ثم نفتح مجلد البن ومن ثم نأشر على هذا الملف اللي هو PHP ومجرد أن نضغط على Open تلاحظ بأنه هذا هو المسار الصحيح لنسخة PHP اللي هو 8.0.3 ومن ثم نضغط على Apply ومن ثم نضغط على OK فتلاحظ بأنه صار عندي CLI Interpreter لPHP 8 بعدها نضغط على Apply ونضغط على OK مرة ثانية والآن ممكن نشغل الملف على أي متصفح المفروض بأنه يطبع لهذه العبارة اللي هي Hello World فلوغط على علامة Opera شو بي أنه أعطاني فعلا Hello World طبعا هذه الإعدادات ممكن أنه تصل إليها عن طريق الإعدادات العامة بالتطبيق يعني لو تريد أي شيء خاص بإعدادات IDE هذا مجرد أنه تضغط على PHP Stone ومن ثم تفتح الـ Preference أو اختصاره هو Comment أو Comment فارزة فبالتالي يفتح لك الإعدادات العامة طبعا بهذا المكان أنت عندك الـ Appearance المظهر ممكن عن طريقة مثلا تختار الـ Theme بهذه الصورة أو مثلا الخيار الثاني ممكن الإديتر عن طريق الإديتر ممكن تختار مثلا الفونت تغير حجم الخط كذلك عندك الـ Plugin اللي هي الإضافات تلاحظ بهذا المكان عندنا الـ Installed Plugin اللي هي Gradientه اللي هو هذا الـ Plugin اللي يعطيني الـ Theme ممكن تنصب Plugins أخرى أو إضافات أخرى للبرنامج كذلك تلاحظ بهذا المكان أنا عندي Language and Framework فتلاحظ بأنه Language اللي يهمنا اللي هو الـ PHP عن طريق هذا الـ PHP ممكن أنه تضيف الـ Interpreter إلى هذا التطبيق مثل ما أضفنا هذا الـ PHP 8 فهذا ما يخص ضبط بيئة العمل في الدرس القادم سنقوم بكتابة أكواد الـ PHP ترجمة نانسي قنقر شكرا